احداث في عهد الصديق ابي بكر رضي الله عنه كشرت الخيانة عن أنيابها في بداية عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه وفغرت فاها وقذفت بالشرر واللهب من فمها وعينيها بحيث كانت ترعب كل من ينظر إليها فكان كل من يقترب منها يفر مذعورا ولكن الصديق كان لها بالمرصاد فمن لها سوى الصديق الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد أفضل من أبي بكر إلا أن يكون نبيا فتصدى للخيانة القبلية وألقمها حجرا صلبا كصلابة إيمانه فخرت صريعة وقطع دابرها ومزق جسدها اللعين شر ممزق وطهر منها الجزيرة العربية ووقف شامخا كالطوض الأشم وصامدا كرواسخ الجبال يقول لسان حاله في عزيمة قوية تفل الحديد وتسحق الفولاذ أنا لها أنا لها ها أنا ها أنا ها أنا الصديق أبو بكر لكل من تسول له نفسه بالخيانة من جديد قائلا كلمته المشهورة الخالدة فوالله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ووالله لمنعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم على منعه ارتدت القبائل العربية عن بكرة أبيها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصار الإسلام إلى أحد أمرين إما أن يبقى وإما أن لا يبقى وأصبح الإسلام كسفينة تتقاذفها الأمواج العاتية من كل جانب في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب وأشرفت السفينة على الغرق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن سخر الله تعالى لها ذلك الربان الماهر والقبطان الحاذق الذي قادها إلى بر السلام والأمان بل وأخذ يهاجم سفن الأعداء المتربصة ويقضي عليها ويغرقها إلى الجحيم الواحدة تلو الأخرى ومن يكون ذلك الربان سوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد أفض الطبري رحمه الله تعالى في الحديث عن حروب الردة نوجز ما قاله باختصار فيما يلي فقد ارتد كل من مسيلمة بن حبيب الكذاب في اليمامة وارتد الأسود العنسي في اليمن وارتد طليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد وارتدت امرأة اسمها سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان في بني تميم بالجزيرة وتفشت خيانة الردة بفضاعة وبشاعة لا حد لها في كل من قبائل قضاعة ووديعة والحارث وهوازن وقبائل عبد القيس وربيعة وعمان ومهرة وحضر موت وتهامة وهكذا ارتد معظم الجزيرة العربية ولم تبقى سوى البؤرة الإسلامية القوية في المدينة المنورة ومكة المكرمة فانظر كيف أن الخيانة القبلية كادت أن تعصف بالإسلام لولا العزيمة الإيمانية الراسخة لسيدنا أبي بكر الصديق ومن حوله من بقية الصحابة الكرام ذوي الإيمان القوي من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا فقد تصدوا جميعا بعزم وحزم وصدق وإخلاص لهذه الخيانة وقضوا عليها واستشهد الكثير منهم في سبيل الله تعالى وفي سبيل القضاء على هذه الخيانة القدرة خيانة الأعراب المرتدين وطهروا منهم الجزيرة العربية تطهيرا كاملا فقد عقد الصدق أبو بكر أحد عشر لواء في أنحاء الجزيرة لمحاربة المرتدين كما يليه أولا جيش بقيادة خالد بن الوليد يتوجه إلى ضاحية مضر في بلاد نجد لملاقات طليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد فإذا فرغ خالد من طليحة يسير إلى البطاح حيث مالك بن نويرة في بني تميم ثانيا جيش بقيادة عكرمة بن أبي جهل يتوجه إلى اليمامة حيث مسيلمة بن حبيب الكذاب في بني حنيفة ثالثا جيش بقيادة شرحبيل بن حسنة يتوجه إلى اليمامة أيضا رابعا جيش بقيادة طريفة بن حاجز يتوجه إلى بني سليم ومن معهم من مرتدي هواز خامسا جيش بقيادة البطل المغوار عمر بن العاص يتوجه شمالا إلى قبائل قضاعة ووديعة والحارث ومن حالفهم من الخونة المرتدي سادسا جيش بقيادة خالد بن سعيد يتوجه إلى المرتدين بمشارف الشام سابعا جيش بقيادة المجاهد العظيم العلاء بن الحضرمي يتوجه إلى المرتدين بالبحرين حيث الخائن المرتد الحطم بن ضبيعة في مرتدي عبد القيس وقبائل ربيعة ثامنا جيش بقيادة حذيفة بن محصن يتوجه إلى الخونة المرتدين بدباب عمان تاسعا جيش بقيادة عرفجة من هرثمة يتوجه إلى الخونة المرتدين من أهل مهرة عاشرا جيش بقيادة المهاجر بن أبي أمية يتوجه إلى صنعاء باليمن لملاقات الخائن الخطير المرتد الأسود العنسي ثم إلى حضر موت لقتال من خان وارتد منهم أما الجيش الحادي عشر فكان بقيادة المجاهد البطل سويد بن مقر حيث توجه لقتال المرتدين بتهامة باليمن وقام هؤلاء القادة الأبطال المجاهدون بأعمال وبطولات عظيمة وحروب يشيب لهولها الولدان فقضوا على هذه الحركة الخيانية وقطعوا دابرها ونكلوا بهؤلاء المرتدين أشد تنكيل وجعلوهم عبرة لمن يعتبر فانتصر عبقري الحروب وداهيتها سيف الله المسلول خالد بن الوليد بعشرة آلاف مقاتل على طليحة بن خويلد الأسدي ومعه أربعين ألفا من المرتدين في معركة شرسة تسمى بزاخة واللا طليحة هاربا ثم تاب بعد ذلك ومات شهيدا في معركة نهواند الشهيرة بين المسلمين والفرس وكانت معركة اليمامة من أشرس المعارك التي خاضها الصحابة وكان قائد المسلمين فيها عكرمة بن أبي جهل وقد أمره أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأن يتجنب القتال حتى يصله مدد شرح بيل بن حسنة ولكن عكرمة لم يلتزم بالأمر فهزم في البداية حتى لحق به خالد بن الوليد فأحال الهزيمة إلى نصر وقد قتل من المرتدين عشرون ألفا منهم مسيلمة الكذاب واستشهد من المسلمين ألف ومائتين من المهاجرين والأنصار منهم أربعمائة من حملة القرآن الكريم ولم يستشهد مثل هذا العدد في أي معركة من قبل حديقة الموت تقتل نفسك؟ أقتلهم إن شاء الله ويحك ترمي بنفسك فيهم والله ما تبلغ الباب حتى يمزقوك إربا إربا قد أمنوا أن يصنع أحد مننا مثل هذا الصنيع وهم الآن يريحون وقد ظنوا أنهم صاروا في أمنة ومنعة فوالله لتفعلوا النبي ما أقول احتمل مرتدون بحديقة وأغلقوها على أنفسهم سميت بحديقة الموت لكثرة من قتل فيها ونادى الصحبي الجليل البراء بن مالك يا معشر المسلمين ألقوني أي أقذفوني في الحديقة فاحتملوه ورفعوه وألقوه في الحديقة من فوق سورها فلم يزل يقاتل الخونة الأعداء المرتدين دون باب الحديقة حتى فتحه وتدفقت جنود المسلمين على من بالحديقة من الخونة المرتدين فأبادتهم إلى الجحيم ومن ضروة المعركة وشراستها تكسرت في يد خالد بن الوليد تسعة أسياف القتال في البحرين وأما في البحرين فقد كان القائد العملاق العلاء بن الحضرمي يخوض بجيشه لجج البحار غير خائف ولا هياب يقول أبو هريرة رضي الله عنه وكان مشاركا في هذا الجيش لما فر جيش المرتدين عابرا البحر مستخدما السفن ولم نكن ندرك عدونا بالسفن دعا العلاء بن الحضرمي ربه وأمر الجيش بالعبور فكان من دعائه يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت يا ربنا أجرنا من هذا البحر وأمر الجيش أن يقول ذلك ويقتحم البحر ففعلوا فمشينا على الماء فوالله ما ابتل لنا قدم ولا حافر وهكذا تم القضاء على أكبر وأشرس خيانة كادت تعصف بالإسلام والمسلمين لولا أن قيد الله تعالى لها أبا بكر الصديق رضي الله عنه وتسابق القادة والأبطال المجاهدون العظام من الصحابة للقضاء عليها وقد جاء في الطبري وغيره من المراجع التاريخية ما يثلج الصدور ويشرح القلوب من هذه البطولات والملاحم الإسلامية افتراءات مسيلمة الكذاب الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا مانع من أن ننقل بعض العبارات من كلام مسيلمة الكذاب الذي كان يوحيه شيطانه إليه فمن هذه العبارات ما يلي والباذرات بذرة والزارعات زرعة والحاصدات حصدة والذاريات قمحة والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة والخابزات خبزة والثاردات ثردة واللاقمات لقمة إهالة وسمنة لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقتكم أهل المدر ريفكم فمنعوه والباغي فناوئوه والليل الأطحم والذئب الأدلم والجزع الأزلم ما انتهكت أسيد من محرم والليل الدامس والذئب الهامس ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس والشات وألوانها وأعجابها السود وألبانها والشات السوداء واللبن الأبيض إنه لعجب محصن وقد حرم المذاق فما لكم لا تمعجون يا ضفدع ابنة ضفدع نقي ما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين يا ضفدع نقي نقي لنا الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلة أخرج منها نسمة تسعى من صفاق وحشي ثم إلى ربهم المنتهى وإن الله خلق النساء أفراجا وجعل الرجال لهن أزواجا فنولج فيهن الغراميل إيلاجا ثم نخرجها إذا نشاء إخراجا فينتجن لنا سخالا إنتاجا هذا وقد أورد الطبري رحمه الله تعالى أبياتا شعرية على لسان هذا الوغد الخائن اللئيم المرتد مدعي النبوة يخاطب بها هذه المرأة الخائنة العاهرة المرتدة ومدعية النبوة سجاح بنت الحارث التي صممت على أن تكون نبيا فكانت مدعية فاجرة عاهرة زانية وخاطبها مسيلمة بهذه الأبيات التي يعف القلم عن كتابتها لما فيها من كلمات خادشة للحياء ذكرها الطبري ليوضح للأجيال مدى ما كان عليه هؤلاء الخونة المرتدين مدعي النبوة من فسق وفجور وقد ظل السجاح مع مسيلمة الكذاب ثلاثة أيام في حصنه قضياها في الزنا والفجور والفسق وفات أبي بكر الصديق رضي الله عنه توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه في السنة الثالثة عشر من الهجرة ومن الجدير بالذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد مات بأيدي الخونة اليهود فسموه في أرزة وتناول معه الحارث بن كلدة ثم كف وقال لسيدنا أبي بكر أكلت طعاما مسموما سنة فمات فعلا بعد سنة وهذه خيانة يهودية حدثت لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الشات المسمومة كما سبق